موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة مما علمكم الله فاكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب قال ابن جرير الطبري رحمه الله اختلف أهل التأويل في الجوارح التي عانى الله بقوله وما علمتم من الجوارح فقال بعضهم هو كل ما علم الصيد فتعلمه من بهيمة أو طائر بهيمة يعني حيوان يمشي على أربع يام عن الحسن وما علمتم من الجوارح مكلبين كل ما علم فصاد من كلب أو سقر أو فهد أو غيره عن مجاهد في صيد الفهدي قال هو من الجوارح عن مجاهد وما علمتم من الجوارح مكلبين قال الطير والكلاب مقصود علم الصيد لصاحبه أنه يعي ما يمسك لنفسه مما يمسك لصاحبه عن خيثمة بن عبد الرحمن قال هذا ما قد بيّنت لك أن الصقر والبازي من الجوارح البازي أيضا من الطير الجرح عن خيثمة قال أم بئتو أن الصقر والباز والكلب من الجوارح عن علي بن حسين قال الباز والصقر من الجوارح عن أبي جعفر قال الباز والصقر من الجوارح المكلبين أبو جعفر هو محمد الباقر من أئمة إلى البيت عن ابن عباس وما علمتم من الجوارح مكلبين يعني بالجوارح الكلاب الضواري الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشبههم عن ابن طووس عن أبيه وما علمتم من الجوارح مكلبين قال من الكلاب وغيرها من الصقور والبيزان وأشباه ذلك مما يعلم بيزان جمع باز يعني عن ابن عباس وما علمتم من الجوارح مكلبين قال الجوارح الكلاب والصقور المعلمة عن عبيد بن عمير قال الكلاب والطير وقال آخرون إنما عن الله جل ثناؤه بقوله وما علمتم من الجوارح مكلبين الكلاب دون غيرها من السباع عن الضحاك قال وما علمتم من الجوارح مكلبين قال هي الكلاب عن السدي قال وما علمتم من الجوارح مكلبين يقولوا أحل لكم صيد الكلاب التي علمتمه عن ابن عمر قال أما ما صاد من الطير والبزات من الطير فما أدركت فهو لك وإلا فلا تطعمه يعني ما أدركته فذكيته فذبحته وإلا فلا تطعمه وما ده لاختلاف درجة التعليم في الحيوانات عن الطيور يعني الطيور الجالحة كثيرا ما تأكل ولا تفرق بينما تستضل نفسها من صاحبها ويعني كثير أما الكلاب فالأكثر فيها أنها تفرق ويعني قول الجمهور هو يعتبر حصول التعليم صحيح أن الكثير أنه لا يفرق في الطيور لكن إذا لم يفرق فهو غير معلم الذي يأكل لنفسه بعد أن يصطاد غير معلم الأمر مبني على تحقيق المنط هل هذا أصبح معلما يعرف ما صاد لصاحبه مما صاد لنفسه وما صاد لصاحبه يمسكه ولا يأكل منه قال وأورى القولين بتأويل الآية قول من قال كل ما صاد من الطير والسباع فمن الجوارح وأن صيد ذلك وأن صيد جميع ذلك حلال إذا صاد بعد التعليم لأن الله جل ثناؤه عم بقوله وما علمتم من الجوارح المكلبين كل جارحة ولم يخصص منها شيئا فكل جارحة كانت بالصفة التي وصف الله من كل طائر وسبع فحلال أكل صيدها وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحو ما قلنا في ذلك خبر مع ما في الآية من الدلالة التي ذكرنا على صحة ما قلنا في ذلك يعني من العموم وذكر بسنده عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل فأباح صلى الله عليه وسلم صيد البازي وجعله من الجوارح ففي ذلك دلالة بينة على فساد قول من قال عن الله بقوله وما علمتم من الجوارح ما علمنا من الكلاب خاصة دون غيرها من سائر الجوارح والفساد هذا القول فإن ظن ظن أن في قوله مكلبين دلالة على أن الجوارح التي ذكرت في قوله وما علمتم من الجوارح هي الكلاب خاصة فقد ظن غير الصواب وذلك أن معنى الآية قل أحل لكم أيها الناس في حال مصيركم أصحاب كلاب الطيبات وصيد ما علمتموه الصيدة من كواسب السباع والطيب فقوله مكلبين صفة للقانص يعني صفة للشخص اللي عنده كلاب وصقور وإن صاد بغير الكلاب في بعض أحيانه وهو نظير قول القائل يخاطب قوما أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مؤمنين مؤمنين دي من صفة مين من صفة الصائد نفسه فمعلوم أنه إنما عنا قائل ذلك إخبار القوم أن الله أعز أن الله جل ذكره أحل لهم في حال كونهم أهل إيمان الطيبات وصيد الجوارح التي أعلمهم أنه لا يحل لهم منه إلا ما صادوه بها فكذلك قوله أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين لذلك نظيره في أن التكليب للقانص بالكلاب كان صيده أو بغيرها لا إنه إعلام من الله عز وجل ذكره أنه لا يحل من الصيد إلا ما صادته الكلاب إبقى مكلبين زي صائدين مكلبين يعني صائدين قلنا الجوارح معناه ما يكسب لصاحبه مثل أن اليد الجريحة بمعنى التي يكتسب بها الإنسان نعم والجريحة أيضا من الجريحة مثل قوله تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار جرحتم يعني كسبتم مكلبين صفر الصائدين معناها كذا وقوله تعلمونهن مما علمكم الله يعني جل ثناؤه بقول تعلمونهن تؤدبون الجوارح فتعلمونهن طلب الصيد لكم مما علمكم الله يعني بذلك من التأديب الذي أدبكم الله والعلم الذي علمكم وقد قال بعض أهل العلم معنا مما علمكم الله كما علمكم الله عن السدي قال تعلمونهن من الطلب كما علمكم الله قال ولسنا نعرف في كلام العرب من بمعنى الكاف لأن من تدخل في كلامهم بمعنى التبعيد والكاف بمعنى التشبيه وإنما يوضع الحرف مكان آخر غيره غيره إذا تقارب معناياهما فأما إذا اختلفت معانيهما فغير موجود في كلامهم وضع أحدهما عقيب الآخر وكتاب الله وتنزيله أحرى بلك الأحرى الكلام أن يجنب ما خرج عن المفهوم والغاية في الفصاحة من كلام من نزل بلسانه عن عدي بن حاتم الطائي قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن صيد الكلاب فلم يدر ما يقول له حتى نزلت هذه الآية تعلمونهن مما علمكم الله قيل اختلف أهل التأويل في ذلك فقال بعضهم هو أن يستشلى لطلب الصيد يريد أن يستجيب الكلب يستشلى يستجيب وينبعث لطلب الصيد إذا صلطه عليه صاحبه فذلك تعليمه وأشلى كلبه واستشله دعاه باسمه يبقى كلب عارف اسمه يقول له انطلق ينطلق ويوريله الصيد يفهم ذلك يقول أن يستشلى لطلب الصيد إذا أرسله صاحبه ويمسك عليه إذا أخذه فلا يأكل منه ويستجيب له إذا دعاه ولا يفر منه إذا أراده فإذا تتابع ذلك منه مرارا كان معلما وهذا قول جماعة من أهل الحجاز وبعض أهل العراق قال عطاء كل شيء قتله صائدك قبل أن يعلم ويمسك ويصيد فهو ميته ولا يكون قتله إياه ذكاتا حتى يعلم ويمسك ويصيد فإن كان ذلك ثم قتل فهو ذكاته عن ابن عباس قال إن المعلم من الكلاب أي يمسك صيده فلا يأكل منه حتى يأتيه صاحبه فإن أكل من صيده قبل أن يأتيه صاحبه فيدرك ذكاته فلا يأكل من صيده أو فلا يأكل من صيده عن ابن عباس قال إذا أكل الكلب فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قال ابن عباس قال ابن عباس إذا أرسل الرجل الكلب فأكل من صيده فقد أفسده وإن كان ذكر اسم الله حين أرسله فزعم أنه إنما أمسك على نفسه زعم ابن عباس يعني أو زعم ابن سعيد جوالي عين بن عباس والله يقول من الجواليه مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فزعم أنه إذا أكل من صيده قبل أن يأتيه صاحبه أنه ليس بمعلم وأنه ينبغي أن يضرب ويعلم حتى يترك ذلك الخلق الأمر ده عجيب إنسان يتعلق يعني يتأمل إزاي إن الكلب ده بيقبل التعليم مرة بعد مرة رأت ما يفهم علمه الله علم الله البشر أن يعلمه الكلب يعني ابن عباس قال إذا أخذ الكلب فقتل فأكل فهو سبع يبقى ضمن وما أكل السبع محرم يعني ابن عباس قال لا يأكل منه فإنه لو كان معلما لم يأكل منه ولم يتعلم ما علمته إنما أمسك على نفسه ولم يمسك عليك عن ابن عباس قال إذا أكلت الكلاب فلا تأكل عن ابن عون قال قلت لعامر الشعبي الرجل يرسل كلبه فيأكل منه أتأأكل منه قال لا لم يتعلم الذي علمته عن ابن عمر قال إذا أكل الكلب من صيد فاضربه فإنه ليس بمعلم عن ابن طووس عن أبيه قال إذا أكل الكلب فهو ميت فلا تأكله عن عن إبراهيم أنهم قالوا في الكلب لا أبي بشر عن سعيد بن جبير وسيار عن الشعبي ومغيره عن الشعبي ومغيره عن إبراهيم عبي بشر ولم يمسك ولم يمسك عليك وإن كان قد علم يعني تعليمه كده لم يكتمل وقال آخرون نحو هذه المقالة غير أنهم حدوا لمعرفة الكلاب بأن كلبه قد قبل التعليم وصار من الجوارح الحلال صيدها أن يفعل ذلك كلبه مرات ثلاثة وهذا قول محكي عن أبي يوسف ومحمد ابن الحسن وقال آخرون من من قال بهذه المقالة من قال هذه المقالة لا حد لعلم الكلاب بذلك من كلبه أكثر من أن يفعل من يفعل كلبه ما وصفنا أنه له تعليم يعني العبرة أنه أكثر المرات يمسك على صاحبه منادرا ما يأكل يعني كونه يأكل أحيانا دا ما ما يعنيش أنه هو مش معلم طالما أن الأغلب كده أنه قد يأكل لجوعه قالوا فإذا فعل ذلك فقد صار معلما حلالا صيده وهذا قول بعض المتأخرين وفرق بعض قائلي هذه المقالة بين تعليم البازي وسائر الطيور الجارحة وتعليم الكلاب وضار السباع الجارحة فقال جائز أكل ما أكل منه البازي من الصيد قال إنما تعليم البازي أن يطير إذا استشلي ويجيب إذا دعي يعني إذا استشلي إذا طلب منه أن ينطلق على الصيد قال ويجيب إذا دعي ولا ينفر من صاحبه إذا أراد أخذه قالوا وليس من شروط تعليمه أن لا يأكل من الصيد لذلك إلا قالوا من الطيور ما تنفعش لأن أكثرها أو كثير منها على الأقل يأكل دائما فاختلفوا ففي بعضهم قال لا ما فيش جيل خالص جوارح وبعضهم قال تأكل ولو كلت والقول الصواب في ذلك أنه لا يأكل إلا إذا لم تأكل مثل الكلاب تماما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدته قد أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه فده حكم يشمل الكلب والطير لا يولى التفريق لأنه كما ذكرنا قد عم الله عز وجل كل جارحة بقوله فكل مما أمسكن عليكم فخص ما أمسكن عليكم وإنما يكون إنما أمسك على صاحبه إذا لم يأكل عن عطاء قال لبأس بصيد البازي وإن أكل منه عن ابن عباس أنه قال في الطير إذا أرسلته فقتل فكل فإن الكلب إذا ضربته لم يعد وإن تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس بضرب فإذا أكل من الصيد ونتف من الليش فكل عن الشعبي قال ليس البازي والصقر كالكلب فإذا أرسلتهما فأمسك فأكل فدعوتهما فأتياك فكل منه قال إبراهيم كل صيد البازي كل صيد البازي وإن أكل منه عن إبراهيم عن حماد عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال كل من صيد البازي وإن أكل عن إبراهيم قال لا بأس بما أكل منه البازي وقال آخرون منهم سواء تعليم الطير والبهائم والسباع لا يكون نوع من ذلك معلما إلا بما يكون به سائل الأنواع معلما وقال لا يحل أكل شيء من الصيد الذي صادته جارحة فأكلت منه كائنة ما كانت تلك الجارحة بهيمة أو طائرة قالوا لأن من شروط تعليمها الذي يحل به صيدها أن تمسك ما صادت على صاحبها فلا تأكل منه عن عامر قال قال علي إذا أكل البازي من صيده فلا تأكل عن الشعبي قال إذا أكل البازي منه فلا تأكل عن سعيد الجبير قال إذا أكل البازي فلا تأكل عن أكريمة قال إذا أكل البازي فلا تأكل قال عطاء الكلب والبازي كله واحد لا تأكل ما أكل منه من الصيد إلا أن تدرك ذكاته فتذكيه قال قلت لعطاء البازي وأنت فريش قال فما أدركته ولم يأكل فكل ومن يكون شكل ندفر ليش مش هو الأكل وقال آخرون تعليم كل جارحة من البهائم والطير واحد قالوا وتعليمه الذي يحل به صيده أن يشلى على الصيد فيستشلى يعني يدفع فأندفع ويطلب الصيد ويأخذ الصيد أدعوه صاحبه فيجيب أو لا يفر منه إذا أخذه قال فإذا فعل الجارح ذلك كان معلما داخلا في المعنى الذي قال الله وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم قالوا وليس من شرط تعليم ذلك أن لا يأكل من الصيد قالوا وكيف يلوز أن يكون ذلك من شرطه وهو يؤدب بأكله عن قتادة عن سعيد أو سعد عن سلمان قال إذا أرسلت كلبك على صيد وذكرت اسم الله فأكل ثلثيه وبقي ثلثه فكل ما بقي هذا في الحقيقة خلاف نص الحديث الثابت حديث عديل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن سلمان أن الكلب يأخذ الصيد فيأكل منه قال كل وإن أكل ثلثيه إذا أرسلته وذكرت اسم الله وكان معلمه أكل السبوع ده له حاجة وده مش صح ما يأكل السبوع ده لا يأكله كل ده عن سلمان عن قل لها أثر عن سلمان عن مالك عن حميد بن مالك بن خثيم الدؤلي أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب فقال كل وإن لم يبقى منه إلا حذية يعني بضعة لحم بضعة عن أبي هريرة قال إذا أرسلت كلبك فأكل منه فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه فكل لا مش الظهم كده مش الظهم أنه هو يكون التلت ولا التلتين لا ده هو بيقوله أكل ثلثيه يعني أكل الأكثر مش أن الله قطعة لحم واحدة ثم ذكر قال أولى الأخوال في ذلك بالصواب عندنا في تأويل قولي تعلمونهن مما علمكم الله أن التعليم الذي ذكره الله في هذه الآية للجوارح إنما هو أن يعلم الرجل جريحه الاستشلاء إذا أشلي على الصيد وطلبه إياه إذا أغري أو إمساكه عليه إذا أخذ من غير أن يأكل منه شيئا وإن أكل قال وأن لا يفر منه إذا أراده وأن يجيبه إذا دعاه فذلك وتعليم جوارح الطير طيرها وبهئبها وإن أكل من الصيد جارحة جارحة صائد فجارحه حينئذ غير معلم فإن أدرك صاحبه حيا فذكاه حل له أكله وإن أدركه ميتا لم يحل له أكله لأنه مما أكل السبع الذي حرم الله في قوله وما أكل السبع لتظاهر الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أدركته وقد قتل وأكل منه فلا تأكل منه شيئا فإنما أمسك على نفسه قولوا قولي هذا باستغفر الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين